لا تزال الرقابة الإدارية تواصل درها الرقابي الرائع النهاردة فجأتنا صباح اليوم باللقاء القبض على سكرتير عام محافظة السويس ومتهم بإيه؟ أنه بيسهل لأحد رجال الأعمال لاستلاء على أرض متى 188 مليون جنيه بعدها بشوية الرقابة الإدارية بعد الخبر دم 12 بعدها بساعات قليلة نجحت الرقابة الإدارية في القبض على رجل الأعمال اللي هو متهم بإبداء الرشوة أو أنه عايز يرشي سكرتير عام المحافظة اللي ثبت أنه هو خد فلوس قبل كده من ناس الرقابة الإدارية بتقوم بشغل كبير جدا ومؤمن بس أنت بتفاجأ أن القانون الحالي بيعفي الراشي والوسيد في الرشوة لو راحوا طبعا وأثناء التحيات وقالوا آه احنا راشينا المسؤول الفلاني خلاص أم في المحكمة بياخدوا براءة طبعا دي بسألة صعبة لو أنت بتكلمني كرقيب في هذا الجهاز رقابة الإدارية ضباط الرقابة الإدارية بنعمل مجهود قد كده عشان في الآخر هذا الفاسد يخرج هذا القانون أعطى للفاسد أو للراشي مستين فرصتين أنا ما قدرش أسميه رجل أعمال خليه أي حد أنا معايا عم ولا حتى مستثمر هسميه إيه المهم أنا نصاب معايا إرشين عايزة أخد حد للأرض الفلانية قدامي طريقتين طريقتين فاسدين إن أنا روح أرشي الموظف لو عدت وعدالي الأرض وأسمنا مع بعض خلاص إلي اللي عدت ومشي طب لو ما عدتش هاخد براءة لو طبض علي يبقى أنا كده بساهل انتشار الرشوة خلي بالك ده مش رائي بس في قضية وزير الزراعة السابق دكتور هلال اللي المحكمة حكمت فيه على وزير الزراعة ومدير مكتبه بعشر سنوات بالسجن المشدد كان فيه راشي مستثمر عايز يحط إيده على 2500 فدان في وضي النترون وكان فيه وسيط رشوة المحكمة غلت يدها عشان القانون فحبست أو سجنت الوزير اللي هو المرتشي وأفراجت عن الراشي ووسيط الرشوة اللي اليومين دول عمال طالع وبيكتب في الجرائد عادي وانا معايا حكم محكمة انا بريئة باشا